افي كل يوم تريد اغراضا وتتجدد لك حاجات هكذا الناس حاجاتهم لا تنتهي فاذا عنت لك حاجة فلا تذل نفسك بسؤال الناس ولكن توجه بحاجاتك كلها الى من لا تنتهي اعطياته وهو الله الكريم فهو الكريم الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق ويتبرع بالاحسان من غير استثابه ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء وهو الذي اذا قدر عفى واذا وعد وفى واذا اعطى زاد على منتهى الرجى ولا يبالي كم اعطى ولمن اعطى وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن كرمه سبحانه سخر لنا مخلوقاته واسبغ علينا نعمه قال تعالى ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن كرمه سبحانه ان عطاءه غير محدود بل هو فوق الاسباب قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فذكر ان زكريا عليه السلام كان يجد عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ومن كرمه سبحانه يجيب الداعين ويعطي السائلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم يستحيي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين فمن امن بان الله هو الكريم احبه من كل قلبه فالنفوس مجبولة على حب من احسن اليها فكيف لا تحب من الاحسان كله من عنده ومن استشعر نعم الله واثار كرمه استحيا منه فلم يعصه قال ابراهيم بن ادهم لرجل وهو يعظه افيحسن ان تأكل رزق الله وتعصيه ومن امن بكرم الله سأله ما يحب من امور الدنيا والاخرة بعزم ويقين بالاجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه اشتركوا في القناة